موسيقى مشاهداء الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في حالة جديدة من برنامج توك شو النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو إلزم بيتك النهاردة يعني الحالات بتزيد وفيه تباين في الأعداد 129, 149, 139 فيه تباين مش حارفين الدنيا راحة فين النهاردة معنا ومعكم الأستاذ الدكتور عصام بديوي أستاذ طب المناطق الحارة كلية طب جامعة اسكندرية زميل جامعة بوخم ألماني أهلا وسهلا بحضرتك الدكتور شرفتنا ونورتنا الله يبقى حضرتك دكتور عصام انت شايف حضرتك ان فيه تباين في الأعداد مرة فوق مرة تحت يعني 85, 100, 120, 149, 139 فيه تباين بعض الناس يعني بعض بعد كسر الألف الأولى قالوا خلاص احنا نوصل زي أمريكا وإيطاليا والدول دي والأعداد حتزيد فيعني بنطلب من حضرتك دلوقتي احنا فيه هو احنا النهاردة يعني نقدر نقول احنا في بداية عنق الزجاجة للأمان ان شاء الله ماشي انا مش هتكلم بلغة ارقام غير حرفية خلانا نتكلم باللغة علمية كويسة عشان نعرف فعلا احنا فين احنا فعلا ماشيين صح ولا ماشيين ايه خطأ كان فيه بعض الرسومات البيانية سؤاليت لو سمحت فيه بعض الرسومات نزلت عند حضرتك يا ريت لو سمحت تنزلها لنا على الشاشة حالية كان فيه بعض الرسومات البيانية كان عملها أخي العزيز يعني ومشكورا انا بحب اوجيه له الشكر من هنا استاذ الدكتور احمد الجندي استاذ جراحة العامة وجراحة الكبد ومعارف جامعة طب كل طب اسكندرية ماشي حرفيا صح بيحلل لنا الموقف احصائيا مظبوط عشان نعرف احنا فين خلينا نتكلم حتى الـ WHO انت حضرتك مناهية منظمة الصحة العالمية علشان تقول لحضرتك انت ماشي في السيف زون ولا لأ عملت التشورت انت ممكن تحط البلد بتاعك وحطت الترايونات بتاعة الزيادة في شكل يومي كل يومين كل ثلاثة ايام كل خمس ايام كل سبع كل او من خمس ايام لعشر ايه لعشر ايام طبعا انت اهم حاجة انت المشكلة اللي انت عايز تفضل في المنطقة بتاعتك منطقة دافية اه ما بتتحسبش اللي احنا ايه النهاردة 139 طب ما احنا ببالح كنا 110 ما هو مئة وثلاثة نش الجهيم التي انصار كنا مئة وعشرة كانت مئة وثلاثة ايام في اول مئة وثلاثة H kwentians Hz كنس منطقة، اول مئة وثلاثة يعني عادمة ايام وبعد كده كان Aw rescate 109 albo 130 لكل اسبوع عشرة يعني انت ماشي بالمعدل السبب بتاعك المعدل السبب ان المعدلة القصية بتاعتك متقولش ان انت داخل في منحانة خطر انك تبدل ماشي في نفس المعدل التضاعفي بتاعك انت بتضاعف كل اسبوع تبدل بتضاعف كل اسبوع متخشش بقى انك فتضاعف كل خمس تيام او تضاعف كل يومين اه دي بقة بخطورة هنا في بصطة انا شفتها اللي انت حتا كنت بتكلم عليها. ايو بالزبط دي انا كنت عزرز اكت ضعفت فيها يعني. بالزبط هنا. اللي حاجة مطلعت. الرسومات لو كده. الرسومات او السوريات لو سمحت. المشكلة عندنا ان احنا الجدل عندنا كتير جدا 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 جدا. وكله بقى بيفهم في الكورونا وفي الامراض المعادية وفي تحليل الاحصائط والحاج دي. الرسم البياني ده. ادي الرسم البياني الاولاني. اللي بيبين احنا في الاهوة ده اللي بقوله لك. انت شايف البلاد فيه خطوط كتير جدا فيه ادي ادي الحكامة كل يوم. كل خمس ايام من خمس ايام لعشر ايام. لو تبص مصر ماشي بين اليوم الخامس والعاشر. انت معدل تضاعف بتاعك اسبوعي وسابت. امتى تقلق? ايوة. لو استعمل لو استعمل الاحبر ده عمل يعني عمل اه ارتفاع عمودي. عمودي. بدل بدل من انت في المنطقة الخمسة العشرة بقيت في المنطقة من تلاتة لخمسة. بزرق. وبعد كده في المنطقة الاتنين لتلاتة. وبعد كده من المنطقة من واحد لتلاتة. كده المشكلة بقت زيادة. عشان كده احنا قلنا بنشوف امريكا الف وستمية تاني يوم تلاتة الاف وستمية. اهو يوم كده دخلوا في التضاعف اللي هو ايه? من يوم ليومين. في يوم واحد. تمام. بيخش في التضاعف. انما انت عندك التضاعف بتاعك سابت. تمام. بيكير فات تانية اه لو نقدر نبينها. تبين دلوقتي ان بص احنا عندنا المنحنة ماشي بخط مستقيم سابت وبيكاد ينعدل. اللي احنا بقى اسبوع التاسع واللي عاشر اللي هما اللي جايين دولة. لو المنحنة ده فضل بين خمسة وعشرة وخد اللي هو دلوقتي واخد الفلاد كيرف اللي هو يبقى مستوي. هنبدأ بقى كده مرحلة الايه? الانحضار وان شاء الله هنعدل الايه? انحصار المرض. بالضبط انحصار. ده اللي احنا فيه ده غالبا دلوقتي احنا في عنق الانحصار. يعني. بعد الانحصار الانحضار. الانحصار اللي هو العدد عندك يزبط. بالضبط. انحضار يعني بقى الاعداد بتاعتك انت كنت بتعده كل يوم بالزيادة. مية وعشرة. تلاية تمانين. طب ايه السورة دي يا دكتور? اه. السورة دي اللي هي بتمثل معدلات اه انتشار الكورونا. اه تبقى لي الاعداد اه الكمال العددية على مستوى العالم. امان. كله. هنا مش مستوى العالم. هنا في امريكا. في امريكا. في امريكا. هنا السؤال انت كنت عايزني. يعني هو السؤال ده يا دكتور. يعني انا يعني لو احنا بصينا على افريقيا مثلا 11447. تمام? خلينا في السورة دي. ما انا انا هجيلك في السورة دي 11447. اسيا اه 250522. امريكا اه 497 2000. اوروبا. اه سبعمية وتسعة. اه. بلينا ارود. اوروبا. سبعمية وتسعة. سبعمية وتسعة الف. آه سبعمية وتسعة الف والستمية وتم violenta. تمانية وتمانيك. تمام? خلاطة دي كويسة جدا كمان اللي هو جبكة دلوقتي. تمام. بص حضرتك الاماكن متقسمة على حسب الاصابة. تماما. من سفر الواحد من سفر المية. تماما. وبعن كده من مية الالف وبعن كده من مي من الاهشاة تلاف ومعن كده من عشاة اللي هي البلو اللي هي الفاتح شوية اللي هي من عشر تلاف للمية ألف والفاتح خالص اللي هو أقل من إيه من عشر تلاف لو تلاحظ أنا معاك إن في حتة شوف معظم أفريقيا مفيش أي حتة فيها هاتة زرق برضو أمريكا الجنوبية أمريكا الجنوبية مفيش حتة فيها زرق زي الحفظ الزرق اللي فوق أوروبا برضو نفس الكلام لو تبص هي مشى في نفس الخط الاستوائي اللي هو بيقابل السواحي الغربية بتاعت أمريكا الخريطة اللي احنا جبناها للفاتح دا لو يرجع تاني فيها نقطة الحامرة اللي هي بتاعت أمريكا الخريطة أي مع حضرتك كل الناس عارفة إن أمريكا الغرب والشرق بتاعها بيختار دراجات الحرارة يعني من ناحية اللي هي الشمال الشمال بقى فيها سان دييجو سان فرانسيسكو اللي هي أماكن الحرة وميامي اللي هي الحدة اللي فيها حرة شوية هنا نيويورك وبوستن والأماكن بتبقى ساعة شوية في أمريكا بوستن حكاية الحرارة بتأثر على الفيروس من لأة هو الـ W-H-O أعننت إن الحكاية دي لأة يعني مش معنى إن أنا كده لنا جالي الفيروس راح أخد تان مثلا والدنيا هوي حقق على نفسي في ماء سخنة بقى كده لا كده ده غلط إنما أنا مقتنع فعلا بالنظرية دي إنما ما ينفعش أخد رأيي لوقت المقتنع مقتنع من توزيع الجغرافي للفيروس آه توزيع الجغرافي للفيروس لازم يحتاج دراسة مستقبلية على الأقل ساعة شهر ونسنة نكون خلصتنا من المشكلة دي لأن كل الدراسات تتعاد دوقتي بها دراسات مبدئية ده كل واحد بيقول خبرته في كل حتة منها بعد كده لما الأمور تاخد وتتحلل فيقلي العامل الجغرافي بيأصل على الفيروس يا إما مباشر يا إما غير مباشر مباشر اللي هو الظروف بقية غير مؤهلة إن الفيروس يتنقل فيها أو غير مباشر إن حتة الحر بيبقاش فيها أدوار برد كتير ونسبة العطس فيها تقل والتنقل للفيروس بيقل شوية نعرفين حتة دي حتة ساعة أي مكان فيه مناطق سلجية أو حتة ساعة بتلاقي في دول البرد والعطس والرشح كتير عكس الأمقن الجافة والحرة تكاد تكون معدومة شوية فممكن الحرارة تؤثر على الفيروس بطريقة غير مباشرة عن طريق اللي هي العوامل البيئية اللي بتقدي إلى تفاعل مع صحة المريض والإنتقل للفيروس طيب الصورة اللي احنا شايفين هذيه تمام اللي هي في أمريكا انتشار الفيروس في الأماكن البردة أو الأماكن اللي هي الحارة الأماكن البردة اللي ما فهاش حرارة والأماكن اللي فهاش حرارة دي فيها انتشار بس نسبة أقل قليلة تمام ده ممكن يدينا مؤشر ان ان شاء الله الانفراغة قريبة وان لما يطلع الصيف ان شاء الله ممكن الفيروس يمحو او يتمحى من مصر كوقت حالي ما قدرش ارد على السؤال ده خالص ان ما فيش دراسة علمية موحدة او دراسة علمية كبيرة قامت بالوضع ده انما التوضيع الجغرافي بيقول لي انا حستي كدكتور ان فيه تأثير ليه العامل الجغرافي والمناخ على انتقال الفيروس عاديك شوف تبصي النهاردة في الاوروبية الامراض الجهاز الهضمي 11447 في افريقيا مين بقى اطبر اول خمس دول اول واحدة جنوب افريقيا افريقيا مسجلة 1845 اصابة الجزائر 1572 واحنا لحد مبالي احنا 1560 احنا التالت مغرب والكاميرا اسيا وقص الوباء كان 250522 اول خمس دول الصين 82000 ايران دلوقتي طلع 64000 تركيا 328 وجنوب افريقيا واسرائيل جنوب افريقيا 10500 واسرائيل 9400 امريكا مسجلة امريكا مسجلة اكبر عدد لحد الوقت على مستوى العالم من المليون حوالي 400 اللي احنا فيه ربعمية سبعة وتسعين الف ومترين واكبر ولايات اهو الحدد امريكا سقعة كندا سقعة البرازيل والتشيلي والاكوادور دول حارين بس بص في الارقام امريكا الوحدة ربعمية تنين وتلاتين انما شيلي والاكوادور خمسة لافر اربعة فيها بس المعدل الاولي شوي اهوبا سبعة ومترين قبل امريكا سبعة وتسع الاف سبعة وتسع الاف leaning 68000 الاولى دلوقتي على يوم اسبانيا 146000 ايطاليا جاية وراها 139 المانيا النهاردة عدد بقت التلت 288 وفرنسا 82 وانجلترا الف 65800 فيه ضل زين انما احنا بقى عندنا معدل الوفيات عالي شوية انها معدل الوفيات برضو ستيل في اوروبا رقم واحد أوروبا ستين ألف ستمائة وخمستاشر أمريكا سبعمائة الولايات الأمريكية يعني والولايات حواليها سلعتاشر ألف وفاة إحنا في أفريقيا خمسمائة تلاتة وسبعين بس وإحنا مش الأول على مستوى أفريقي الأول الجزائر برضو عندنا نسبة الوفيات للأسف لو إحنا رجعنا للشرط ده دخلنا في نسبة وفيات متضعفة كل تلات لخمس ايام يعني بدل ما كنتمشى أسبوعيا مع الحالات البوفيات خد المنحنة الأعلى شوية بنسبة نسبة الشفاء عندنا عالية برضو بنسبة الشفاء متقربة جدا هو فيه رسومات بعناية تانية لو نجيبها تبين أن الخطوط أصلا ماشية مع المنحنة اللي هو اللي إحنا إن شاء الله لو عدينا الأسبوع التاسع اللي هو الأسبوع اللي هيبدأ يوم السبت والأسبوع اللي وراه والمنحنة فضل كده بنسبة صعودية حتى لو متضعفة بس ماشيين بالأسبوع إنما مش بالأيام أو بالأيام أو بالساعات أعتقد أن ده انحصار طيب ده اللي هو المرض اللي إحنا مشيه اللي وراه إحنا كده إحنا في البلاتوي يعني إحنا هليبدأ بقى ناخد الكيرف حيبدأ ياخد المنحنة المستوي ويمشي بين خمسة وعشرة كده يبقى أنت في المتقدة الأمنة زي ما أنت إنما بص كل الخطوط التانية دي بالشحبطة كل الخطوط دي الدول اللي عديتك اللي هي إيه ضربت لما كانت ماشية بين خمسة وعشرة مرة واحدة طاعت في اليوم بقت حالات متضعفة يومياً وحالات متضعفة كل ثلاثة أيام فواضح جداً الفرق بينهم بس عشان الناس متقعدش تحسبها مش بالحالة هي مش النهار ده 139 بكرة 140 إحنا بنزيد لا إحنا بنشوف النهار ده اللي هو 139 حالة ستير برضو أنا شاف ده كويس أنا كنت حتى على رهان مع بعض الزملة في الأسبوع ده اللي أنا قلت لهم إحنا مش هنعدي الألفين مش هنعدي الألفين إحنا دلوقتي 1700 بكرة أكيد مش هنسجل حنشوف بس نجال الله إحنا هنقفل أقل من الألفين لو إمتى كنت تقلق بقى الأسبوع ده لو الرقم ده كان عشر تلاف لو رقم ده عشر تلاف لأ إحنا كان زياداتنا زيادة بدل كل أسبوع بقى كل يومين وكل ثلاثة كده بقى تقلق اللي إحنا المشكلة عندنا وحشة جداً والأسبوع الجاية برضو حيباني أبوك خير إن شاء الله طيب يا دكتور يعني أنا المنحنة اللي حضرتك قلته والتقرير اللي حضرتك اديته ده يؤدي إلى يعني بسم الله وإن شاء الله مؤشر مبشر جداً يعني إن شاء الله طيب إحنا برضو ما زلنا في الخطر والمفروض الناس تلزم بيتها يعني يعني النقطة دي أنا عايز حضرتك تكلم فيها بالزبط وكنت قرأت لحضرتك بست على الفيسبوك كنت بتقول إن إنت عايز تأزل أو تأزل محافظات عن بعضها وده كمان يعني يحدد إزاي المحافظات المصابة أكتر أي محافظات مصابة أكتر تمام وكمان يعني المناطق الحارة بنبعد المناطق الحارة عن المناطق الساحلية يعني المناطق اللي فيها درجة برودة فإنتش إيه رأي حضرتك وضح للناس السؤال شقين زي ما فهمت خلينا نكلم عن الشقة الأولياش هشقهم هم جداً 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 إحنا كمصرينا عشان بدنستاههم بالحاجات مش معنى يا جماعة اللي إحنا منحنا بتاعنا ماشي بطريقة كويسة وكمان حاجة مهمة جداً إن الحكومة مدت الحظر لتمانية عشان ندينا براح إن إحنا محصلراش تكدس بزرق إن فيه بعد ما تقول لك أهو تمانية يبقى كده إيه كويس خلو بركة دي معناها بيطمنونا لا هو المفروض إحنا لسه في الحالة الحرجة في المرحلة الحرجة اللي إحنا فعلاً لو ما عدلاش الأسبوع اللي جايين دولة بمنتهى الالتزام الأمر حيفلك من إيدينا والأمر بفرقنا إيدينا هشعي فينا عادة الوقت دي إيه مبلغ بننشي صغير تخيل بقى الأمور دي لو بقيت بالألفات حتبعمل إزاي عدم الوافيات فالرجاء الالتزام والمحافظة على وسائل التباعد التباعد اللي هي الأمنة بين الناس مع عدم التكدس في المواصلات إنت داخل المترو داخل المترو لقيته بالتكدس ما تخش تركابه ما تخش تركابه المفروض إنتك تركب كرسي وتسير جامعة كرسي فاضي بالزبط لقيت كرسي التالت فاضي خش ركابه إنه عشان كده الحكومة مدتها من خمسة للتمانية من خمسة للتمانية مش علشان تطمنها يا جماعة علشان تديك براح تروح بدل ما بنروح في ساعتين ووزعوها ثلاث ساعات بحيث الأمور تنشي عادل والالتزام بالكمامات خلاص مشل لأن الكمامات الطبية بتحمي ده وبتحمي ده لحد ما نعدي إزباعي دوله لعشان ربنا دخلنا على الرمضان ربنا عيدة عليك إن شاء الله بإذن الله يعني أنا متفائل كل المتفائلين الحمد لله وإحنا فعلا الإدارة بتاعتنا والحكومة بتاعتنا ووضائل الصحة بتتعامل مع بشهادة العالم كله مع المرض ده على مستوى عالي جدا 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 وحفية عالية بجاحة مع أعناس زينا زي بلاد تانية بالضبط انكشف اطناعا الوش يعني هما إشرة إشرة الوحيدة بص على الدول اللي هي كويسة جدا اللي هي عدة عدل جدا هتليها الدول دي المتقدمة تكنولوجيا وعلميا تكنولوجيا صين حصلت الوباء يابان حصلت الوباء ونجحك وكوريا وفين فى فى أوروبا مين الدولة بقى اللي هي بتصنع جامد واخداء والهندسة عندها أكتر كمان المانيا المانيا بالضبط كده في مجال احنا عندنا هنا فى الطب بين الطب بيجمع الطب والهندسة هو مهمة لعندنا فى مصر اللي هو البيونجينيب تمام كوريا انا كنت سامع انا عامل تطبيق والتطبيق ده نزل شفته دلوقتي وفاجأ على وزارة الصحة انهم عاملينه اللي انت بتحط البيانات بتاعتك والتقريق ده بيتراكيو يعني بيحدد مكانك فىين وبيبين البقر الاشخاص حالك انهم نقط حوالك نقط خضرة يبقى ده مش حمل الفيروس نقط مرتقاني ده اشتباه نقط حمراء فيجيبك بعد كده ويجيب اللي حواليه فعشان كده عملوا ايه عملوا حصر بصرعة المانيا اشتغلت بالتست والكيتس بتاعتها اللي ايه عز المحافظات انا كنت بنادي بيه من الاول حاليا ايسين يعني انا اتوقع ان هو يعني مرحلة متأخرة شوية ممكن لو عملنا لو الدولة لقت الامور بتمشي فى اه فى اتجاه مش كويس احنا كشعب يعني انت شايف حظر الكامل انت شايف ان عز المحافظات ده مرحلة حظر جاية حظر الكامل ده لو الامور سائد انما الحظر الكامل حتى كان سيد رئيس الجمهورية السيد عفادة حسيس يعني كان ايه كان واضح قال لك انا مش معه ان انا احذر الدولة كلها ده اقتصاد حيموت خالص بالزبط فعز المحافظات كان حيفيدك فى ايه زى ما بعملوا فى امريكا انت عندك اسكندرية النهاردة مائة ساعتين حالة اسكندرية لو حدها مطلع مائة حالة لا يبقى دي بقى السنة بقى دي بقى فى الحالة دي بقى دي بقى مقفولة اهلها ما طلعوش اتنقلوا نقلوا ناس تانية تانية حاجة دي بقى اللي طب عليها الحظر الكامل المدينة دي اعط في بينك بقى اسبوع بالزبط انما كافر الدوار ما فيهش غير ايه حالتين لا ما تحصرش المنطقة دي خالص حالتين فقط لا انا بتكلم كمثال كمثال ده منهور جنبها فيها ثلاث حالات ده يتمشي مع الحظر الجزئي عندك الاسم عليها نظيفة ما فيهش حاجة خلاص الناس تنزل وتشتغل انا بتكلم كمثال مش موجودة دلوقتي كده بور سعيد نظيفة برضو انا بتكلم لا انا بتكلم كمثال احنا دلوقتي للأسف عشان بقولك الحاجات اخرت شوية خلاص احنا اتنقلنا بالهم البعض انما لسه بزي ما قلتلك برضو الامور تحت السيطرة تمام اه يعني انا كنت عايزة ااخد حضرتك اجابة حضرتك خدتنا لحتة تانية ودي كانت حتيجي دم انا بس انا الشيء بالشيء يذكر يعني المشاركة المجتمعية انا شايف ان يعني بسم الله ما شاء الله في يعني الازمة دي بينت معدن الشعب المصري تمام اللهم الا بعض الحالات الفردية هنتكلم فيها يعني ان الشعب المصري كله كل منطقة بتنزل ترش المنطقة بتاعتها بالمطاهرات والكلور والمية يعني بيغسلوا الشوارع غسيل فانت ايه رايح حضرتك في الموضوع ده بس احنا كشعب يعني ربنا حفظنا ومذكورين انت عارف احنا سجل فكر احنا كشعب احنا متواصل اجتماعيا وده ما يذنى عن اي شعوب العالم انما التواصل اجتماعي بس نفرق بنكسعك فيه على مستوى الفردي انت جهتف الحلقة اللي فات قلت الشعب المصري انا كنت مراهن عليه ان الشعب المصري اول ما تيجي ازمة هكون كله ايد واحدة يعني اللي حيكون فيه تفريق ديني ولا تفريق سياسي ولا تفريق اي حاجة ده اللي انا كنت مراهن عليه وقد كان والحمد لله اه ما هو ده فعلا حصل بس لو هنيجي نتكلم عن تواصل اجتماعي انت حضرتك عندك تواصل اجتماعي على مستوى الفردي وعلى مستوى الاسري وعلى المستوى العام وعلى المستوى العام اللي هو الجران والزبط كمستوى فردي انت تبقى قد المسئولية وانا شايف يعني فيه نزمة التزام نقول 60-70 فرمية مش هنقول لا فهم يا فرمية لان فيه بعض السلبيات برضو بتحصل ايه في المجتمع انما مش بالكمية هنذكروا بعد السلبيات لانا لكن الاجتماعيات الناس لا الناس حريصة احنا عندنا مثلا في البيت كل شقة حتى جنب الاسنسير علبة منديل مع اللقاها ومثبتها بينفضلك قبل الضغط على الضرار استخدم المنديل وبعد كده ارمي المنديل التعقيم زي ما انت قلت حضرتك الناس عندنا بتساقب الكلور يعني اي شقة بتشيل قدام الحاجات النظافة مهمة جدا فلا بص يعني الناس متحملة المسئولية بس مع عدم الزعر يا جماع مع عدم الزعر ومع عدم ان احنا نبقى مهونين الموضوع ما ينفهش نستهون بموضوع زي ده تمام في بعض سلبية يعني حضرتك مثلا موضوع زي موضوع اللي حصل في كفر الدوار طبيب كان في مستشفى العالدي اصيب فاصاب اسرته والده او والدته توفي فاهل المنطقة رفضوا دفنوا في المدافن بتاعة المنطقة فده كان مشهد برضو مذري يعني ومشهد محري فما نحبش نشوف ده مع ان احنا ايد واحدة في كل حاجة بس انا يعني انا شايف ان المشهد ده يعني هو حالة فردية وحصل غير كده برضو في القاهرة تقريبا في بعض المناطق بس انا شايف ان ده حالة فردية ولا ايه رأيك دكتور اللي انت تتكلم عني ده مأساة بس المأساة دي لازم برضو انوه ان هي في في واحدة المنية قارت قارت عليها بوسط النهاردة من الزملاء اللي انا بعد زمنات يعني لاتنا بتقول ان انا بتعمل من الصوبة الماركت بتاع اللي هو عارفني ان انا دكتورة الناس بتبعد عني وبتخاف عني ودي عندنا مشكلة دلوقتي احنا برضو مش هنخاف من القطاع الطب من القطاع الطبي هو اللي رمي نفسه في مارك قطاع الطب يعني انا عايز اقول للناس ان القطاع الطبي هو اللي شايل مصر كلها يعني شايل عالم كله مش شايل مصر كلها يعني قطاع الطب ده لازم يتحط فوق الراس مش يعني ده واجبنا لا لا دكتور طبعا واجب حضرتك بس الناس لازم تقدر مين هم الأطباء ومين اللي انت بتقتطي بهم دلوقتي وقابل كده وفكر والتمريد كمان يعني يا دكتور يعني شايف ان بسم الله ما شاء الله القطاع الطبي كله ده كترة وممرضين شايلين مصر كلها واحنا والله لازم تلاتة يمكن على لسان موظم ده كترة احب اوجه من هنا ان احنا فعنا بنامين حاجات ده عشان ده واجب مش لقاء اي حاجة انت كدكتور وبنا بارك فيك من حكومتك دعم كامل فدي حاجة برضي بصراحة جامل جدا يعني انما لو انت دكتور ومش مدعوم من حكومتك الدنيا حتبقى ايه بالنسبة لك مش كويسة جدا خلينا نتكلم احنا كنت بتقول على الناس بتنفر بقولك احنا كترة الناس بتخاف 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 تعامل معانا هو الطبيب هو الكورونا ده هو دولة يبياخدوا معاييرهم في التكفين وبيكفنوه واحنا احنا تكفين بتاعنا اصلا بتلت طبقات واصلا الجثة بيتم تطهيرها حضرتك ده حيترمى في الرملة وهيترمى في حفرة تحت الارض اكلمت اوهل وتاني حاجة الراجل ده مات نقل ده بيتنقل عن طريق اللعاب وعن طريق السؤال اللي بتطع من الفم والدنم كمان بين ايه لا ده ما من ايش طيب ده يعني المفروض ان احنا ناخد بالنا من الموضوع ده ما نجرحش خواطر الناس ومشاعر الناس بالشكل ده يعني راعوا خواطر الناس واحد مصاب في ابوه في امه يحصل معا كده شيء صعب بصراحة شيء صعب وحتى ما بقى كده يعني تداعيات يعني ممكن انت بتقول ده دكتور وبقى دكتور طبعا ممكن تقول ده لكن طبعا ما منطلع لنا عالج الناس دي طبعا هيتعملوا ايه حقه بالله حصل حرام حقه حيكوح في وشة ومتغطي بثلاث طبعات وحيترمى في الطراب وحيتحف وحيترمى ده ده انت لما كنت ده انت لما بطهر جيفة او بتمنع مانا عشان بتعمل ايه مش بيدتفنع بالزب طب اما لإيه طيب خايفين من ايه خايف من ايه شهر يعني اللي بيحصل ده مأساة ومهزلة بدلا ما تخاف من دي خاف بقى وانت ايه وانت عند التعليب او بتشتري حاجات التسهالي ايوه انكم ماتقربوش من بعض انكم مسلا لما ايه اكون واقف في صف وحصلة معانا شخصيا ابيكون واقف وقف ورايا وساب مساب مني قدامي واحد يروش ادخلي بينك بقول له صمحت ده في طبور يقول لي اه متأسب وانا طبور طب حدك واقف كده بقول له مهاش نظم حفظه على المسافات يروح اللي هو سماني بقول كده بوصلي اكي ان انا اشتري حتامته او اهنته حفظه على المسافات طب انا طبعا انا ممكن اعدي انا مش عارف يعني يعني انت خايف من الجصة اللي هترامها في الطراب ومش خايف لما انت بتقربهم من بعض بالزبط طبعا والاسواق وطبعا انا مش عارف اقول لحضرتك ايه والله اتزاعهم في المترو التطال التواصل الاجتماعي والعلاقة الاجتماعي اللي بينها كويسة الحاجات دي ممكن تكسرها وممكن تعمل حاصيات ما انا قلت لحضرتك دي حالة فردية بس يعني هنعمل ايه يعني دي ممكن فعلا تسبب مشاكل كبيرة جدا ومشاكل نفسية كمان فاحنا لازم ناخد بلنا من الموضوع ده الطبيب يا جماعة والله العظيم بحاطة روح على كفه زي 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 زابط الشرطة وزابط الجيش في الوقت الحالي هو يعني احنا بنطلق عليهم جيش مصر الابيض ليه باللي هم بيعملوه يا جماعة فاحنا لازم نستحمل يعني يعني الطبيب ده لازم ده انت لازم اول ما تشوفه يعني تاخده بالحضن لا مش هقولك تاخده بالحضن عشان لا بلاش عالا تدين عالا تديني بطالها على الاقل تقوله يعني تديني تعظيم سلام يعني مش عارف اقول لحضرتك ولا تعظيم سلام ولا حاجة اللي احترام بس يعني 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 مش درجة دكتور بابا مات وانا مش عايزت فينو خذ منو الكورونا طب انت انت مش تجمع طب هم مش هم تجمعو عشان يمنعو الدفع الدفنة طب من انت عملت انية من انت ملعت الدفن طب انت جمعت وبقى وشوكو فوشو بعض وبتزعقو وبتزعقو ورصاص بيتطار بينكو علشان تمنعو ايه طب مين بقى فيكو بقى في كورونا بقى وممكن كانين التجمع ده كان واحد انت عارف يعني احصائية ليست اكيدا كفر الدوار فيها 18 واحد طب انا والله والله اعلم انا معرفش هل العدد ده صحيح ولا 18 واحد طيب ما هو من ايه بعد حدث الطبيب ده يعني بعد ما حصل ده اعلنوا انه فيه 18 واحد ما ممكن فعلا يكون التزاحم وعني والشجار والكلام ده كله جاب هو اللي عمل كده النظر هو ده مرؤون ان يعني احنا عندنا المنظومة صحة الخير والحكومة بتعمل اللي عليها يلا اقدرنا احنا تاني حاجة الوعي هذا يعني زي ما رئيس الوزر قال انا براهن على وعي المصر طب الان يا ساهل ان شاء الله وإحنا فعلا نبقى على قد المسؤولية دي والوعي ده الله المستعان هندخل على طول على يعني نرجع تاني لحتة المشاركة المجتمعية ونشوف معانا جامعية انقاذ حياة طفل كل يوم بتقدم لنا شيء جديد وبتقدم لنا مبادرة جديدة يعني الحلقة اللي فاتت كانت جامعية انقاذ حياة طفل قدمت مبادرة سفينة نوح يا ابو ني يركب معنا النهاردة بتقدم لنا يعني بتعاون مع شركة جولي الحياة للصناعات الجمهورة مبادرة جامعية انقاذ حياة طفل بيصنعوا الكحول الطبي وبيوزعوه على الناس على حالات الجمعية وعلى الناس في الشارع دون مقابل يعني شفت لو حضرتك تبص على على الكحول ده يعني بسم الله ما شاء الله يعني حاجة جميلة جدا محطوص فيه كحول وجلسرين فضل يا دبتور هو نزب نزبة 70% نزبة 70% ده كحول إثيلي إثيلي يعني بسم الله ما شاء الله أنا قلت لك مصر هتقدر طول امرأة مصر بأهلها يعني حتى مهما عملنا من السفزيات الشعب مصري شعب صعب أول نبتلاقي زيه صعب زيت حكي عليه والله ما هم فيه تناقض عجيب إنما في الآخر زي ما أنت قلت وقت الأزمة بيطلهم كلهم ايد واحدة مفيش حاجة هنا وهنا وهنا حتى كل الخلفات بتتنبذ جانبا وبيبقوا في موجهة الإتاءة أنا طوقاتي الناس كلها بتتكلم على العالم بعد الكورونا ممكن نتكلم بعد كده على العالم بعد الكورونا تبقى شو الدنيا فيها يعني موضوع العالم قبل الكورونا والعالم بعد الكورونا عايز أتكلم مع حضرتك فيه وفيه سؤال ملحي جدا علي يعني شخصيا كنت عايز أسأله حضرتك بس نخرج إلى فاصل قصير ونرجع لحضرتكم مرة أخرى مشاهدة الكرام ورجعنا لحضرتكم مرة أخرى بعد الفاصل دكتور أزام أنا كنت عايز أسأل حضرتك سؤال مهم جدا يعني السؤال ده بيخطر على بال كتير وهو في بال وفي خاطر كتير من المشاهدين التحول الأخير لفيروس كورونا هل ترى أنه تحول طبيعي أم بفعل فعلا يعني أنا شايف الدول العزمة كلها مصابة تمام كل الدول العزمة مصابة بهذا الفيروس فأنت إيه رأي حضرتك هو سؤال شائق جدا وأنا عن نفسي شخصيا مقتنع أن السنين هي اللي هترد على الإيه على الإجابة دي بس خلينا نكلم بالعقل الأول ما فيش حد عايز يوقف ده كوكب الأرض كله واقف يعني أنا مش عارف يعني لو حد بيعمل كده يعني على مهم حباني الدنيا ده بيقولتلك ما بعد الكورونا الدنيا هتبع عاملة إزاي ومين حيتعطى بسرعة ومين إيه يعني معاك حق بص في حاجة واحدة أن الانتشار غير طبيعي للفيروس ده إحنا السلاح البيولوجي لما جمع العلماء عملوه أهم حكتم في السلاح البيولوجي إيه في عندك حكتم مهمين جدا والأول أهم من التاني أن السلاح ده عشان يبقى فعال لازم يتم الانتشار بسرعة جدا في المناطق لو أنت عايز تخذو إيه حدك معينة من الحاجة ده ما هو حاصل بي أولا أنت ما هو حاصل بس عنا حاجة تانية أنه لازم يبقى مميت أو تهدي به الدنيا اللي بيحصل له هو تهدي به الدنيا فإن اقتصاد العالم كله معظمه إيه الضرب الضرب بس برضو أنا ما قد فكر معنا في يعني يعني العالم كله زينا بقوله ملطوط يعني أنا أمودعي دي برضو برضو أنا يعني هقول لحضرتك دي برضو أثارت الشك جوايا يعني أنا كنت بقول هل في دولة معينة عملة الفيروس ده طيب الدولة المعينة دي هي برضو ملطوطة زيها زي زي الدنيا كلها طيب من اللي عمل يعني عشان كده بقول لحضرتك استنى بعدما الكورونا يروح وتشوف تغيرات الخريطة السياسية بزا هتبقى عاملة ازاي لو لقيت حاجة النشاة حصلت يبقى هتعرف ان فيه ايه فيه مشكلة بس في مشفاقتها العمود دي ما تقدرش بتحكم كده خالص ده جمعت وبتحطوا ناس هتحطوا ضم حاكم دولية لو حاجة عام حصل لو فعلا تثبت حاجة زي كده ده واحد آآ يعني بيدمر بيدمر الانسانية مش بيدمر مش حقول لك بيدمر بلد ده بيدمر الانسانية كلها انما في نفس الوقت برضو آآ في حاجات آآ كده غريبة كده برضو لازم الواحد يحطها آآ في الاعتبار ان دلوقتي في بعض الدول مش عارف كم ده صحة لغلط سمعت ان بعد الدول عايزة ترجع على الصين بتعويضات مادية جراء اللي حصل ده مهنج بأي ده برضو ياخدك رسولة ام هكدا بيوجهوا التهمة رئاسية للصين مهلا وطور برضو الكوفيد مش ماشي زي السرس والمارس السرس والمارس واقف بسرعة يعني واقف بعد فترة معانة وما انتشرش الانتشار اللي احنا ايه شايف ده حتى حتى ان في الونزة الخنزير وان في الونزة الطيور ما انتشرتش بالسرعة دي بس اللي قدر ترمينا غالية حاجة واحدة عشان نفس التطمم هو ليه الحكومات ليه الحكومات وليه بلدان العالم مديها برضو مساحة للناس تمشي وما فيش حاجة اول حاجة فعلا الاقتصاد كافرة لو ما يقعش من 100 يبقى على الاقل شغالين 50% تاني حاجة عشان استريح الفيروس ده حيروح يوم ستين سبعين في المية من كوكب الارض يصابوا بهذا المرض ليه ليه عشان ده تطعيم ده تطعيم الاله اللي احنا عنا عمله بمعنى ايه انت حداك لما العيان يجيله فيروس زي كورونا وانت فاكر حداك احنا بنعالجه في المستشفيات ومن ضغي الفيروس لحد دلوقتي لم يزمد ادوية لفيروس الكورونا ولا للسلسل وللمارس مفيش حتى حتى لالاج للسلسل لحد الان انت بتعمل ايه العيان اللي بتدهور بتدخله بتحافظ على العلامات الحيوية اللي في جسمه لحد ما الجهاز المناعي يقدر يتغلب على الفيروس اكسامة مضادة خلاص اكسام مضادة طلعت متشكرين الرجل ده مناعي من الفيروس ده عشان كده المانيا بتعمل عشان اللي بيطلع عنده اكسام مضادة معناه ان هو قادر عدوى وخلصنا انزل اشتغل خلاص انك محمل طيب هنرجع هنرجع بيك برده نقطة معينة يعني موضوع تحور الفيروس نفسه طبيعي او غير طبيعي طيب من 2016 تقريبا حاجة زي انا شفت الفيديو ده على الفيسبوك من 2016 او 2015 تقريبا كان فيه فيلم فيلم بيحكي الواقع اللي بنعيشه دلوقتي يعني بيحكي ايه قصة الفيلم هل صدفة غريبة او كده يعني تتفق مع الواقع الان ولا دي انا اعتقد هقول لك هقول لحضرتك مسلا دي ممكن تكون ايه اه مو منهجة انا ما شفت فيلم عشان ابقى صريح بس سمعت عنه اللي هو حاجة سمعت كنتيجو وحاجة كده بس هم هم يعني هشوفتوا بعينك انا شفت اقريت بعض الترجمة منه وشفتوا يعني هما ذكرين فورس كورونا بالاسم 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 قالك على اللي انت الكرسة اللي انت هتعملها او السلح اللي انت هتعمله قبلها بسنتين او قبلها باربع سنين اعتقد انها ايه صدفة يعني انما لو الاولانية دي وبرضو زي ما قلت لك انا برضو كنت حذر في الاجابة وقلت السنين اللي جاية هيا الحبيلين مفيش دولة عم كده حضرتك ما قلتش لا بالتأكيد ولا بالتأكيد والفيروس الفيروس فعلا تطوراته مريبة فعلا ودورته الحيوية من دورات الريحة مش هفناش كتير اذا كان وقع انظمة صحية في امريكا وفي اوروبا اللي هما اغنى طيب معنا اتصال هاتفي لأستاذ امام من السيود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازا كبير اهلا وسهلا بحضرتك علي صوتك بس شوية يا فندم نا يا فندم بقول لحضرتك هو فعلا الفيروس كورونا لواتي جمع ناس كتير في اماكن كبيرة تمام بس في لحظة تاني ناس كتيرة تعطرت على الشغلة بتاحها متغيش تطلع بالزبط فخلت ناس كتيرة بدأت تحتاج لناس ما كانش تتوقع لان في ناس كتيرة كان بتاكل من الشغلة تمام شغلها وجف اعضاء مجلس الشعب ايه دورهم في الموضوع دواتي سؤال مهم جدا والله في صراحة يعني لا لا انا عن نفسي كلمت ناس من عضاء مجلس الشعب انا انا كنت تتوقع انا نتحط فوقكو بزيه دا كلمت ناس جال احنا نعمل لك ايه جمعيات جال احنا نعمل لك ايه طب الناس يعني تجوح في البيوت طب ما كده اللي مش هيموت من الفيرت هيموت من الجوع صح ولا غلط كلامي لا صح كلام حضرتك وبالفعل لدي المشكلة جاية لا ما شاء الله سؤال مهم جدا مهم الغاية وبالفعل انا كنت حسأل الدكتور عصام في السؤال دا تحليله للموقف دا الناس العمالة العمالة غير منتظمة فعلا الدكتور عصام حيجيب حضرتك على الموضوع دا بس ناخد اتصال اخر ام مشروع السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله اتفضل يا فن احنا متشكرين على البرنان جداحكم الجميل دا وكنا يعني فراحة كنا خايفين على اللي قلت يعني عندنا حيطة الخوف لما بيقولوا يدفنوا الناس جدا تحت الارض من غير حاجة وبيرموها كده في الارض لا ان شاء الله ما فيش كده ما فيش كده في مصر ان شاء الله اي وبعدين انا دلوقتي انا من ساعة النطرة كانت الشديدة جهي اللي كانت حصلة انا من ساعتها وانا متبهدلة متبهدلة فيش صاحب الشقة عقدي خلطان بقالوا شهرين وعمال يوديني ويجبني ويقول لي انتهاق دي الخلطان انا عايزي عايز الشقة وانا والله من ساعة يعني شوفوا الدنيا عاملة هي وانا عملة لفة على شقة وطعبانة ومش عارفة اعمل ايه حضرتك منين يا مشروع وكل يوم اتنا لف انا باقل الرئيس السيس اللي احنا انتخبناه بالله عليه بالله عليكم انا محتاجة اعط فيها انا وجوزه وعيالي انا مش عارف اعمل ايه انا مخلوق والتقف عندي كان مذبهد الوطاع مش عايقولي انا كنت تفعله خمسة خمسة ترابة امين يقولي احوضهم بيها مشروع لو سمحت سيبي رقم حضرتك في الكنترول وان شاء الله بإذن الله في تواصل مع حضرتك قريب ان شاء الله شكرا لحضرتك دكتور عصام يعني يعني الاتصالين بتكلمه في في موضوع واحد تمام يعني انت حضرتك تكلمته في الموضوع ده وانا كنت هسأل حضرتك فيه ان هو موضوع لو احنا عملنا حظر كل الناس دي حتيش من ايه حاجة صعبة وبعدين احنا في مصر غير برا بص لا لا هو انت زيك زي برا حاجة صعبة جدا يعني انا طبعا ده اللي احنا فيه انا بحب بس اوجه يعني يعني مواساتي للناس اللي بتتكلم دي حاجة امان او مشهوق ربنا يا كلام وانبس اللي قدر اطمانك بيا حاجة امان ويا مشهوق من طبقاتنا الطبية يعني اللي احنا في الفترة اللي جاية دي ان شاء الله ان شاء الله احنا هدخلين في مرحلة الحصار وان شاء الله ازا ما قلتلك الحكاية عندنا مش هتطول كتير ممكن على اخر الشهر ان شاء الله الامور تبقى احسن بكتير تاني حاجة هو السيدة رئيس الجمهورية كان الكلام واضح قال لك انا مش حمل حظر كامل ما ينفعل فاشيقفل البلد انت لو قفلت البلد ده خراب ده خراب اقتصادي مين هستحمل حيستحملنا ده ايه شهر شهرين السنديق هتتصرف عليك شهر شهرين وبعد كي هيعمل ايه ان شاء الله فين احتياط الاستراتيجي بتاع البلد هيروح من مش هينفع بالزبط فعشان كده لما جيت اتكلمت على عزل المحافظات انا كان الهدف ان انت تشوف المحافظات المصاب وتعزيل لا انا كان عايز اشوف السليم ايه رايك بقى عشان السليم ده هو اللي كان هيشتغل بقوة ميتين في المية علشان يعوض اللي واقف الله يرضى عنك دكتور وهو ده اللي بيعملوه مانيا دلوقتي بتعمل التستاذ دي عايزة تشوف مين اللي اتصاب وانزل اشتغل انما اللي احنا ماشيين به المبدأ اللي احنا ماشيين به دلوقتي متهيقلي كويس جدا اللي هو الحظر بتاع بالليل اللي هو الوقت فيه بيقل طيب دكتور عسامة يعني بيما قلنا حضرتك استاذ كلية الطب جامعة اسكندرية كنت عزيزة حضرتك سؤال مهم جدا هل احنا دلوقتي مهيئين التعليم عن بقص الموضوع ده مهم جدا يعني بصراحة الموضوع ده ظهر بوجود كورونا ما دي بقى تغيرات مواد الكورونا كنت بتكلم عنها تغيرات مواد الكورونا كنت بتكلم عليها تغير على المستوى الاولويات والاهميات والاجتماعات اللي موجودة جواب مصر الناس اللي تعرف الاولويات فين فين البحث علماء جيش شرطة مهندسين وبعد كده بقى احترامي يجي كل بعد كده يجي بعد كده معلشة متأسف حتى ده شهدتهم هم نفسهم بالضبط يا دكتور الله يارض عنك التوافق الطرق الوقائية والعدوى بما معناه انك تعد نفسك من عدوى سواء بيولوجية حرب بيولوجية او عدوى جاية طبيعي يعني الطب الوقائي بقى مهم جدا اللي هو دلوقتي ما كانش فيه اي مشكلة لازم الفترة الجاية الدولة تتوجه لمنظومة البحث العلمي والطب الوقائي علشان احمي نفسي من اي حاجة لان الخطر القادم مش خطر اسلحة اهو الحاجات كلها على الارض طائرات والصواريخ وكله على الارض الفيروس هو اللي ايه اللي بيضمر اقتصاد البلد اخر حاجة لحدك اتكلمت عليها اللي كنت تقول عليها الدمج من الهندسة والطب بالضبط وحدك اللي قلت فيه الاخر هو ايه ايه الهندسة والطب لأ قلت حاجة اللي هي التعليم عن بعد التعليم عن بعد ماشي ده لازم خطوة ناخدها ستيب باي ستيب ما ينفعش لنا مش خط لازم وإحنا كنت طلب عندنا وإحنا كنت بحفظ طيب السؤال الاخير عشان خلاص الوقت يجري مننا هل حضرتك تتوقع رجوع ريمة العديدها القديمة من تصدر المشهد للصفهاء حنشوف زي ما بعد الكورونا ما ده بقولك إن شاء الله ما بقاش كده إن شاء الله ويصل المشهد زي ما احنا شايفينه إن شاء الله يعني مشاهدي الكرام كان بودي أن أنا أعود مع حضرتكم وقت أطول بس الوقت يجري بينا إن شاء الله عز وجل تفائلوا بالخير تجدوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رمضان قادم بالخير واليمن والبركات استبدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته